ترجمة نانسي قنقر أهل فترة الأوبديت عندي سأحدث كل كابلاتي للكات 8 يعني الكات 7 وكات 6 ما قاموا يمشون الليلة طبعا الفارق ما بينهم هو سرعة النقل الكات 8 يعطي سرعات نقل تصل إلى 25 جيجابيت أنا ما وصلنا هذي الأرقام لكن قلت سنجرب يعني 8 دولار سنطيق لي 10 كابلات سريعة هذي بطارية 50 ألف والله نسيتها أنا من كثر ما أطولت هذي بطارية 50 ألف اللي قلت لكم معيارها للأرقام كلها صحيح الفكرة العامة لهذه البطارية واحد لا تصلح للسفر لأنه في معيار للسفر بتوقع حدك 20 ألف هذي 50 ألف فأفضلك أنك تأخذ قطعتين 20 ألف إذا تبيت سافر من أنك تأخذ هذي لكن هذي عجبني فيها معيارها الصحيح يعني أرقام كوالكم اللي موجودة المعيار للأوتبوت والإنبوت كلها صحيح البطارية تقيلة الحقيقة جداً تقيلة بدلاً عندنا الكرت يقول لك سجل خلال 14 يوم علشان تحصل على الكفالة 18 شهر بدلاً عندنا الغطة والشاحن 45 واط تايب سي تو تايب سي وهذا كابل صغير تايب سي مع القطعة هذه التي تكملت الشاحن الحمد لله أنها ليست أمريكية الرأس غير أمريكي اوكي اوكي الفكرة هنا تعرفون الفكرة القديمة الشاحن الأمريكي يكون في هذا المكان وهذا قطعة عمالة EU إضافية تغير لك شكل الشاحن إلى المنفذ الأوروبي هذه فكرة المخارج المخارج كلها ستاندر ستاندر 18 واط ستاندر 60 واط وكوالكم 3.0 كل المخارج ستاندر لا يمكن أن تكون هذه البطارية قديمة لأننا وصلنا الآن كوالكم 5.0 لم نزل او 4 و 4 بلس لكن لازلت أشوف أنها ستاندر لأجهزة يهمني أنها تشحن الكاربون اللابتوب وتشحن النوت عندي وهي تدعم هذه الأمور البطارية غير مشحونة أتأكد في موضوع الشاحن هل ممكن الشحن وهي على الشاحن مميزات عيوب سريع هذه البطارية تنشحن 45 واط وتشحن لك 60 واط فيها أربع مخارج رئيسية ستاندر هذه مميزاتها 50 ألف سعرها عادي عادي فقط هذه مميزاتها العيوب التالية البطارية وزنها 1322 جرام فأحسبها هل هو عيب ولا ميزة أحسبها يعني البطارية وزنها 1.3 البطارية ممكن أنها تشحن وتنشحن في نفس الوقت ولو أنها لم أعطتني هذا الأمر أول شيء يعني بعد ثلاث دقائق أوكي بعد ما تعبت شوية يعني أول 5% أعطتني أنها تستطيع تشحن غيرها تقبل USB 2.0, 3.0, Type-C, Type-C كلهم شغالين الجهاز يستقبل شاحن واحد فقط إذا حطيت شاحنين اثنين ما سيستقبل إلا الرئيسي 45 واط البطارية تحتاج أن تشحنها من 5 إلى 6 ساعات فل من الصفر 5 إلى 6 ساعات تنشحن فل على 45 واط مرحبا بساكم الله بالخير سفتة 8 2020 تسجيل من نوت 10 5G Qualcomm الحديث عن معالج Exynos 990 الذي تكلمنا عنه قبل أن ينزل اليوم الحديث الأخير عنه في عالم المعالجات لدينا اثنين متنافسين في عالم منذ اللي هم AMD و Intel سوف أشبه لك Intel و Qualcomm و AMD بExynos في عالم الهواتف لدينا متنافسين واجد لكن أهم هم الأربع التاليين سامسون بمدة طويلة عندها معالج Exynos لأنه ما في بديل بالسوق المحلي فتضطر أنك تقول Exynos هو الموجود بعد دخول كثير من المنافسين حتى HTC في البدايات كنت تشوف أن HTC معارج Qualcomm أفضل جدا من سامسونج S1 S2 وغيرهم لكن حصولك عليه يساوي صفر عربي التعريب صفر لا واجهة ولا قراءة ولا كتابة فكانت هذه الأمور غير مرشحة معالجات Qualcomm غير مرشحة في البدايات سنين طويلة Qualcomm أقوم بExynos مرة واحدة أتراجع فيها Qualcomm اللي هو معالج سناب دراجل 810 كان حارا فقط بعدين طول الوقت طول الوقت Qualcomm أقوم طول الوقت قبل كانت منافسة غير واضحة لأن الرومات اللي توصلنا مختلفة الروم مو نفس الرقم مو نفس البرجن فواحد مرفوع الضبط وواحد غير مرفوع بعد 820 الأمر نحسم لك Qualcomm خلاص انتهى الموضوع 820 الفوق كلك Qualcomm سمين أقول لكم Qualcomm كنت تقولون لي أنا شام شو معدونة دعوة إلى أنا الدعوات عندي مرفوضة كلها بالإيميلات أنا أرفض دعوة أي شركة من الزمن وهم يدرون قلت لي أسميلك اسماء أسميلك أنا نروح أنت حاصل قانوني يعني إذا الموضوع تفليصة سأترى أحط الأسماء على الطاولة تمام؟ يوم يدرون أنهم هنا يدرون يشتروني سنين طويلة أقول لهم Qualcomm زحكتوا إلى معالجكم التبن هذا Qualcomm ما يسمعوا واحد من المدراء مدير الضبط الجودة أوروبا لما أكلمت عن اكسنس و Qualcomm يطالع من فوق لتحت بعدين بيتشو على حالهم آخر سنة شفتم فريق مالهم كثير من الأمور لا تسمع الشركة ترى النوت 8 قلناه مع عيوب 1-2000 لا أحد رجعي لا تحزموا ضدي فيه واحد قال طروا العرب اللي يجربوا الجهاز ينعدونه على أصابع يعني كأننا محتاج محتاج أن الجهاز يكون فيدي عشان أحكم عليه حطيت عيوبة حرفيا واحد واحد وتم علاجها موجودة المقالة بالأحمر ما أعدلتها وتم علاج كل الأخطاء اللي كتبتها بالأحمر حرفيا بالنوت 9 شركات هذا نكتب لها فيدباك طويل تقرير ما يكتب مديرهم اللي المخروض أنه مسؤول على المنتج نكتب له كل آراء الناس والمشاكل والتفاصيل الدقيقة بالواجهة والنظام ما يسمعون ما يسمعون يا جماعة الناس مغيبة بدانها شمع ما يسمعون بعدين يكررون جهاز ينزلون للمعالج 390 اللي صار لنا أربع سنين انشتم أربع سنين انشتم المعالج التبن هذا ونقول لكم هجوا عنه بعدين نقول ألقى رد مثل هذا يعني بعد أربع سنين صوتي راح ألقى رد مثل هذا شنو الرد شنو هؤلاء شنو هؤلاء شنو هؤلاء شجرة شنو اللي خيلة شجرة إذا كنت أول من تبنى الموضوع عالميا حتى مو أجنبيا عالميا ومدير سامسونج مراضي يتكلم معاي أطالع حط يدي على الكتف أقول اسمع إذا ما تبتكلم خليك رجال قولي ما بيتكلم مو التهرب أنا مواقف قدام مديرهم وأقول لهم معالجك تبن من أربع سنين يطلع لي واحد خيلة شجرة الخيلة شجرة سار كلهم خيلة شجرة الله يلو عجبتك الله يلو عجبتك أنا لحظت أمر لما دشيت عليه هو مو ضايف حسابي وردد كلامين يفوقي يعني هو بالحرف مع الخيلة شجرة يعني هذا الكلام ينطبق عليه تماما رجل مضيع دعم الطوفة دعم الطوفة الموجودين قدامك مقبوضين للثمن كلهم تحزبوا ضدي أيام النوت 8 وقالوا يشير خير بعدين نشوفه الجهاز وما أجربه وبعدين الناس شت متل وعروفت أن كلامهم غلط بعدين نفس الشي قلت لكم النوت 9 لن يتكرر ما يقدرون يكررون هاردوير هذا حصل بالنوت 10 بعدين قلت لكم الجهاز راح ينزب 990 قلت لكم ما راح ينزلون ما راح ينزلون بمعاني 990 والمستخدم العادي لا يحتاج مستخدم عادي مستخدم عادي جايبك حسابي انت مستخدم عادي صح على عين والراس على راسي جايبك حسابي حسابي مختص جدا جدا أنا سوي مقالاتي بعشرين ساعة عمل أربعين ساعة عمل أنا ما قاعد أكتب لك خبر كوبي عشرات ساعات العمل على المواضيع انت جايبك حسابي جايبك حسابي من الأشياء الجديدة من الأشياء الجديدة أن سامسوند خلت القلم يسار وغالبا تغيير مكان القلم يساوي تغيير مكان الموتربورد غالبا لأنني لم أتأكد لم أفتح الجهاز بما أنهم غيروا مكان الموتربورد فأنا سأقول لك ممكن الحرارة تكون أقل لكن باقي الأمور طبعا باقي الأمور لها أثر يعني إذا زادت حرارة الجهاز فرح يزيد ثرف الطاقة فرح تتحى الفريمات ورح يكون التصوير الفيديو وإن الداخل لأنه يمكن تضطع المعالج حار فالحرارة تعالج أغلب هذه الأمور بما أنه تم تغيير مكان القلم صار يسار وإذا العبوا شوية بالموتربورد أقول لك ممكن يكونوا حالين شيء ولكن لا زال معالج بالعون النتيجة النهائية التالية التالية أنا قاعد أقول عن قناعة تامة سامسوند غالاكسي نوت 20 ألترا 5G هو أقوى جهاز في العالم بدون منافس إذا كان بمعالج كبارك لا يوجد أي جهاز يمكن أن نفسه إذا كان بمعالج كبارك هو الجهاز الأعلى أنتاجية هو الجهاز الأعلى حصرية هو الجهاز الأفضل في التعديل وفي الواجهة هو الجهاز الأعلى مميزات لا يوجد منافس يتم قتل كل الإمكانيات هذه بمعالج غبي مثل 990 رسالة لسامسونج لأي شخص مختص التالي أنت بتزعل أزحب أقسم بالله لو في قرآن أضع لك على أيدي أقسم بالله زعلك مفارق وياه لا أنت ولا سامس المجتمع ولا المطبلين هم تمام؟ كافي عبط على الناس بعد كورونا الناس بدأت تطلب أونلاين بشكل أخضر بعد كورونا صار فيه بوابات دفع ألكتروني بعد كورونا صار فيه أسواف أونلاين أكثر العبط العدد تنازل الصفري بدأ صفري أنتوا رحين للصفر خلاص العبط هذا كافي أسعار مجتفعة وعبط يعني أنت تستعبط ورافع سعرك يعني حتى لو قلتوا الله سعر خاص لأن هذا آخر نسخة من أكسونس فمشيلك أنا أنت تستعبط قاعدت ريني جهاز بألف فلس دولار وعليه معالج مكرر ومشتوم وما نزل حك كوريا الجنوبية من كثر من هو يفشد أثقلتوا علينا والله يعني يعني من شبيحة أبل على عبط سامسونج على أخي الأشياء قراءة أثقلتوا علينا والله كافي يا جماعة كافي كافي يعني لا تجتمعون لا يصير لا يصير عفن أبل على عبط سامسونج مجتمع علينا واجب ترى بعد قليل إن شاء الله يعني على الساعة 13 رح يكون عندي لقاء مع علي هادي علي من العراق اللقاء رح يكون مسجل بسبب الإنترنت فرح يتم تسجيل اللقاء رح يكون غريب بصراحة يعني رح يفتح لديو ويكون اللقاء عبر واتساب ويتم تسجيل حسب ما فهمت منه ورح يكون لايب يعني بسبب الإنترنت فرح يتم تسجيل اللقاء ورفع على قناة علي هادي علي بإذن الله شكر خاص لعلي وجمهوره وإن شاء الله يكون لقاء مثمر أسأل أخيرا لمتابعين غدامة شكرا جزيلا لمتابعتك متابعين جديد أهلا وسهلا هذا الحساب مختص لأندرويد فقط متطرف لأندرويد فقط أضع فيه تجارب فنية ما فيه أي اعتبار لأي شركة أو شخص أو أي أحد الاعتبار بيني وبينك أخروي يعني اللي بيني وبينك إذا أنا قلت راح تحسب عليهم قيامة بأي شكل هذا اللي فارق وياي أي اعتبار دنيوي مفارق وياي أعتدر عن إطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت أشارك معاكم تجربة الزوم هذا بصراحة أنا كنت أستخدم للتسجيل سابقا لكن قلت ليش ما أستخدم على الأرض الواقع وصلت بالدوك ستيشن هذا تمام وطلعت مننا الأوديو فصار مسؤول عن شنو مسؤول عن الأوتبوت هذا الصوتي فأنا أتحكم بالصوت من هنا وأتحكم الميكروفون وأطلع منه ميكروفونين يعني هذا ميكروفون رقم واحد وفيه ميكروفون ثاني هنا وممكن تطلع منه أيضا التالي لحظة يعني عندنا هذا مسؤول عن الإدخالات والإخراجات للصوت هذا ميكروفون إخراجات والصوت إخراجات هذا شابك بلوتوث مع هذه السماعة ممكن أيضا فيه الثالثة بسمه موجودة عندي فيصير عندك توزيعها صوتية السينك فيها أقل لأنها الأساس سلكي من خلال هذا اللي موصل بالدوك ستيشن بمجرد توصيل اللابتوب بسلك واحد تحصل على كل هالتجربة الفكرة إن الشركة عندها نسختين عندها فيرجن اي وكل هذي شبكات الفورجي شوف ما يطيح وعندهم فيرجن بي فيرجن بي شبكات الفورجي أقل شوف الليمت حدة حدة أنا أخذت أقل نسخة علشان موضوع الرومات يعني أنا شاري هذه النسخة علشان بس أطقطق عليها تونس رومات وتعديلات فقط فهذه النسخة هي أقل نسخة هي فيرجن بي أقل نسخة للشبكات اللي هي حتى كات 18 لاحظ كات 18 لفوق كات 20 هذي كات 20 الفيرجن 8 تكون على ستة عشران فقط اللي سعرها الدبل لا وفي عندهم خصم 5% إذا سجلت أنا لاحظ أخذت 2% فقط هذا أخذت من جوجل ما أدري شنو لكن مفروض أني ما أخذ 5% 5% إذا سجلت معهم بالنيوز بعدين شيل التسجيل مالك فممكن بعد تأخذ يعني يطلع عليك الشحن فري مثلا الموقع غير مجرب تحت مسؤوليك الشخصية ما أعرفه أشوف كثير مواقع ترشحة لكن أنا أول مرة أتعامل معه أيضا وقت التوصيل غير معلوم ترى ما يكتب لك كم يوم فأنا أخذتها من باب التجربة بأشوف شى السلف فطلبت جهاز واحد غيرت رأيك كنت ماخذ جهازين نحن بأخذ واحد وبأشوف إذا في مواقع ثاني تقدم عالمي لكن أنا أخذها من باب المتعة فقط يعني بأشوف شنون ممكن نحول النسخة الصينية إلى عالمي 100% يعني ونزه في أمر نسيت لأقوله اعتذر جدا وهو أمر مهم ترى النسخة اللي أنا طلبت هذه اللي هي الإليت هي نسخة بمعالج 865 فقط بدون بلس النسخة أم بلس هذه زايدة 50 دولار هذه اسمها إليت بدون بلس الكليسيك فيها بلس والستريكس فيها بلس فالوحيدة اللي أنا طلبت هذه بدون بلس بالخطأ طبعا أنا لو داري جام رجع طلبتهم بلس لكن راحت يعني يعني هو بيطفل اللي ثلثت منها يعني لاحظة الله الله لاحظة من مكانة يعني